اشتركوا في القناة يجعلهم مناسبين للقفز وخوض الصباقات 9- باشكير المجعد هذا الحصان يبدو كما لو كان نقطة اشتراك بين الحصان وكلب البودل لامتلاكه شعرا مجعدا للغاية بعضا منهم يمتلك فقط عرفا مجعد بينما الآخرين يوجد الشعر المجعد في كل أنحاء جسمهم وحتى رموش أعينهم تكون مجعدة هما أيضا يشبهون كلاب البودل في خصائصهم التحسسية هذا النوع من الأحصنة متوفر بمقاسات مختلفة ثامنا حصان الغابة السوداء لا توجد هذه الأحصنة إلا في منطقة الغابة السوداء بجنوب ألمانيا الفصلة موجودة من 600 عام ولكنها مهددة بالانقراض فموجود منها الآن حوالي 750 حصانا فقط ما يجعلها مميزة هو عرفها والذي يتسم بالطول والكثافة الشديدة فيبدو كما لو كان لديه شعر بشري بدلا من عرف وبسبب طبيعتهم الطيبة يستخدمون في جر العربات سابعا كامورج عادة ما يتم تصوير الأحصنة وهي ترتدي سرجا ويمططيها شخص ما ولكن في هذا النوع يختلف الأمر فهذه الأحصنة تعيش في البرية حيث تفضل المستنقعات والمسطحات المائية في منطقة كومارج بجنوب فرنسا هذه الأحصنة جميلة للغاية وحرة للغاية ومن الجدير بالذكر أن المنطقة سياحية ويذهب إليها السياح ليلتقط الكثير من الصور لهذه الأحصنة سادسا مهر الأكسيمور مهر مذهل موطنه بريطانيا ما يجعلهم مذهشين هو امتلاكهم لصفات طبيعية تحميهم من العناصر المحيطة ونظرا لأنهم ما زالوا يعيشون في البرية فهذه الخصائص هامة للغاية فمثلا لديهم فراء كثيف مع شعر دهني والذي يطرد الماء والثلج عيونهم يوجد عليها جفن عين إضافي وهو ما يساعدهم على تشتيت الماء وأخيرا ليبقوا دفئين يوجد لديهم فراء داخلي من أكثر فصائل الأحصنة روعة واختلافا فهم صغار لا يتجاوز طولهم أكثر من 206 سنتيمتر نشأت هذه الأحصنة في الأرجنتين وتم تصديرهم للولايات المتحدة في عام 1962 هم صغار للغاية لا يمكن ركوبهم إلا بواسطة أطفال صغار ويستخدمون عادة كحيوانات إرشادية للأشخاص المعاقين جسديا وفي قائمتنا يعتبر هذا الحصن الأكثر روعة رابعا الفيورد النرويجي فاصلة قوية للغاية وجميلة ألوانها هي ما تجعلها فريدة للغاية لديها عرفين متشابكين بألوان خلابة شعرها الخارجي بلون الكريم والداخلي بني غامق أو أسود الشعر يشبه شعر النساء عندما يقومون بتفتيحه الحصان رياضي وقوي وجميل للغاية من بريطانيا هناك الكثير من الأشياء التي تجعل هذا الحصان فريدا للغاية مشهورون بألوانهم الجميلة والتي في الغالي بتكون أبيض وأسود ومن الممكن أن تكون بنيا وأبيضا وعرفا طويلا وكثيف وأشهر شيء فيها هو هذا الفراء الكثيف الذي يبدأ من الركبة وينتشر إلى الأسفل حتى المخالب هذا الشعر يشبه الحذاء ذو الرقبة الذي يرتديه المراهقون والنساء اليوم ثانيا حصان مارواري فصلة نادرة للغاية تعيش في الهند في منطقة مارواري هذا الحصان يشبه الحصان العادي إلى أن تنظر إلى عينيه فأذنه طويلة وتنحن للداخل لا يوجد أحصنة أخرى أذنيها تشبه المارواري حصان قوي للغاية وهو عظيم في أعمال الزراعة والركوب أولا الحصان المفتول العضلات هذه صورة مذهلة ستنتشر على الإنترنت الحصان ليس نادر ولكن تمت معادلة عضلاته كيميائيا معظم الأحصنة لديها عضلات ولكن مالك هذا الحصان أعتقد أنه يجب أن يكون أكبر وانتهى الأمر بالحصول على حصان يشبه حصان تراودة أو أحصنة الأساطير نتمنى أن لا يتأثر بهذه الكيميائيات ويصبح غاضبا وعصبي إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر